حذر وزير المالية اليابانية شونشي سوزوكي من تدهور على نطاق غير مسبوقة للوضع المالي في بلاده وذلك بسبب الانفاق الهائل وسط جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأشار سوزوكي إلى أن البيئة المحيطة بالاقتصاد الياباني أصبحت قاسية بشكل متزايد بسبب ارتفاع الأسعار والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن تجديد السياسة النقدية كما دعا وزير المالية الياباني إلى إقرار سريع لميزانية قياسية تبلغ حوالي 835.3 مليار دولار للسنة المالية 2023 والتي تبدأ في شهر أبريل المقبل